صاحبة أشرف داري أشرف داري كان بيلعب النهاردة تلوقتي مباراته مع المغرب انتو عارفين المغرب بتشارك في التصفيات ولكن هي هي كده كده موجودة في كاس الأم لان هي اللي هتنظم البطولة لكن دايما اللي بنظم البطولة بيشارك في التصفيات كنوع من اللعب المبارات الودية يعني لان كل نتائجه غير محسوبة يعني فوزوا على الجابون 4 واحد في المغرب ده غير محسوب ولكن مجموعة المغرب هياخدوا منها منتخب واحد فقط بجانب المنتخب المغربي المنظم أشرف داري الماتش اللي فات ما ابتداش كان عاعد على دكة البودلاء ومنزلش اللي هو ماتش الجابون الماتش اللي هو بيتلعب دلوقتي كان بيتلعب يا جماعة مع ليسوتو ليسوتو ماتش يعني مش قوي قوي وكده بيلعبوا مع ليسوتو أشرف داري بدأ اللقاء وهو بيسخن جات له إصابة في رجله في الكاحل من واضح جدا ممكن يكون الملعب رجله تلاوت تحته ولا حاجة يعني مش هيقدر يلعب وتم تغييره بلاعب آخر بدأ لقاء مكانه وطبعا يعني منطم من نادي الأهلي وكده إصابة آه قد تكون مثلا إصابة تستوجب مثلا الغياب خمس تيام أسبوع ممكن ما يلعبش ماتش جورمهيا الكيني اللي جاي هيبقى الموضوع صعب شوية يعني في الغالب ممكن ما يلعبش اللي هو ماتش بعد ثلاثة أربعة تيام لكن ممكن يلعب مباراة العودة وهيكون موجود في مباراة السوبر أمام نادي الزمالك طيب وطبعا الجهاز الطبي للنادي الأهلي أكيد هيتواصل مع الشجاري عشان يطمن على إصابته ترجمة نانسي قنقر